اشتركوا في القناة من الأنسجة الحليبية للثدي الغدد الحليبية مع الأنسجة الضامة التي حولها هذه تحدث في الأغلب في عمر حوالي العشرين سنة أقل من عشرين وأكثر من عشرين في أغلب السيدات تكون ملسا سهل إنها تتحرك في الثدي قاسية الملمس هذه الكتل قبل ما نتحدث عن علاجها الأهم هو التشخيص أنه عمالنا بنحكي عن ليفة الثدي وليس أي مشكلة الأخرى فالفئة العمرية اللي بنحكي عنها بالإضافة للفحص السريري وتقييم الطبيب مع تصوير الألترا ساوند بعطينا التشخيص بدقة 99% في بعض الأحيان قد نضطر لإجراء الخزعة لتأكيد هذا التشخيص إذا تأكد هذا التشخيص فإنها كتلة حميدة وليست سرطانية ولا تتحول لسرطان وليست مرحلة ما قبل السرطان ففي أغلب الحالات إذا كانت هذه الكتلة صغيرة لا داعي لإجراء أي علاج لأن العلاج الوحيد لها هو العلاج الجراحي لا يوجد أي علاج دوائي ولكن في بعض الأحيان إذا كان فيها شبهة أو نشاط زائد في الخلايا أو كانت كبيرة جدا بحيث شوهت شكل الثدي أو إنها سببت حالة من القلق والهلع عند السيدة في مثل هذه الحالات نعمل عملية استئصال بشكل تجميلي لإزالة هذه الكتلة ولكن في أغلب الحالات عندما لا يكون عندنا هذه المشاكل فقط نطمئن المرأة ونتمنى لها دائما الصحة والسلامة والمعافاة التامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذي وذي شيء من كل شيء